عمرك فكرت وانت واقف قدام المية ازاي السفينة الكبيرة دي وقفة فوق المية ولو رميت مصمار سغنة خالص هيغرق في البحر على طول مع ان السفينة اتقل اكيد من المصمار لان المصمار جسمه مصمت والمية بتحوطه من كل ناحية اما السفينة بتكون مجوفة وما فيش مية بتدخل فيها تقدر تجرب دب نفسك في البيت استأذن ماما طبعا واطلب منها تساعدك هات طبق كبير وملاه مية زي ما انت شايف في الفيديو كده وهات علبة بلاستيك عادية خالص ومصمار حط العلبة فوق المية هتلاقيها بتطفو تعالى بقى وحط المصمار غرق على طول طب ليه ساعات السفن بتغرق وإيه اللي خلى المهندس اللي بنا سفينة تايتانيك العظيمة قال انها مش هتغرق أبدا تعالى مع بعض نرجع تاني للتجربة بتاعتنا احنا قلنا ان العلبة طفت على وش المية زي السفينة تمام جرب بقى تخرم العلبة الصغنانة دي من تحت زي الفيديو كده هتلاقي المية بتدخل شوية بشوية وكل ما يدخل جوه العلبة مية أكتر كل ما تنزل تحت المية أكتر وأكتر أول ما العلبة تتميلي مية كلها حتلاقيها غرقة على طول وده بالزبط اللي بيحصل ساعات لبعض السفن إن ممكن السفينة تتخبط من تحت في حاجة وتسبب خرم فيها والمية تبدأ تدخل جواها وتغرق طب ليه المهندس توماس أندروس اللي بنا سفينة تايتانيك العملاقة قال إنها غير قابلة للغرق السبب إن السفينة دي لما تبنت زمان كانت مصممة بطريقة حديثة جدا في الوقت بتاعه وهي عبارة عن تأسيم قاع السفينة لغرف علشان لو واحدة اتخرمت وتمالت مية ما تروحش الباقي السفينة وساعتها تفضل السفينة على وش المية وكان المفروض إن السفينة تفضل عيمة حتى لو اتضررت أربع غرف من القاع بتاعها لكن للأسف اللي حصل إن السفينة خبطت من الجنب في جبل جليد عملاق وسبب لها فتحة كبيرة في أربع غرف من الجنب ملاها تماما بالمية وساعتها بدأت المية تعلى جوة وتدخل على الغرفة الخمسة وده للأسف اللي ما قدرتش سفينة تايتانيك العظيمة تستحمله وغرقت فعلا في أقل من ثلاث ساعات على الرغم إنهم أخدوا ثلاث سنين عشان يبنوها واختفت تماما في أعماق المحيط الأطلنطي سنة 1912